كما تكلمنا في الفيديو السابق عن الحمض القواعد قلنا عن ثلاث نظريات أرهينيوس يشكال عن الحمض القاعدة لوريان برونيستر يشكال عن الحمض القاعدة واخر شي تكلمنا عن لويس يشكال عن الحمض القاعدة طبعا قلنا انه ارهينيوس قال المادة عندما تدوب في الماء وتعطيك ايونا الهيدروجين الموجة هذا تسمى اسيدز والمادة عندما تدوب في الماء وتعطيك ايونا الهيدروكسيد السالب تسمى بيس تمام وهذه تعريفاتها باللغة الإنجليزية لاحظ مثلا عندك هذه المعادلة الكيميائية حمض القلور تمام ذاب في الماء اعطاك ايونا الهيدروجين الموجة يعني باختصار من يوم ما تشوف ايونا الهيدروجين الموجة في النواتج تمام حتقول هذا ايش اسيدز عند الهينيوس اما من يوم ما تشوف ايونا الهيدروجين السالب تمام حتقول هذا ايش او هذه قاعدة اللي هي بيس نجلي عملة الثانية اللي هما الاثنين دولم بروسر اللورينس قالوا المادة اللي تمنح اللي تعطي البروتون الموجة ايش بلاس هذه اسيدز والمادة اللي تستقبل اكسبت يعني اللي تاخد البروتون الموجة هذا تسمى بيس قاعدة تمام تعال شوف عندك هذا المثال حتى تعرف تفرج عن حمل برونستيد وقاعدة برونستيد طيب شوف عندك هنا عندك ايش ثري تمام ايش تو او صح؟ لاحظ هنا في النواتج ايش ثري ايش صار ايش فور اخذ ايش واخذ ايش اخذ ايش بلاس فاللي ياخذ اللي يعني اللي ياخذ يسمى ايش بيس اذا تعال في المتفاعلات هذه ايش ثري بيس طيب اللي يعطي واللي يمنح هيكون ايش حمض كان ايش تو او سحبنا منه سحبنا منه ايش صار او ايش نيجاتيف اذا هذه حمض في المتفاعلات وهذه قاعدة على طول في شئ يسم قلت عليه اللي يستقبل تمام يصير ايش حمض مرافق واللي يعطيه في المتفاعلات يعني كان حمض يصير ايش قاعدة مرافق على طول من يوم ما تشوف بيس قاعدة عندك على طول في النواتج حمض مرافق وحمض في المتفاعلات على طول في النواتج قاعدة مرافقة هذا عن برونس لورنس تعال في لويس لويس ايش قال لويس قال اللي استقبل اكسبت اللي استقبل زوج من الالكترونات هذا يسمى اسيدز يسمى حمض لويس واللي يعطيه تمام زوج من الالكترونات هذا ايش؟ هذا نسمي بيس قاعدة تعال نشوف هذا المثال مثلا عندك هنا البورون مع الفلور ون ايش ثري هنا فيه زوج من الالكترونات هذا المركب اعطى الزوج هذا اللي هنا للبورون فدام اعطى هذا يسمى اسيدز فدام فدام اعطى يسمى بيس عند لويس شوف اعطى يسمى بيس يسمى قاعدة تمام؟ اما هذا اللي استقبل اللي اخذ اخذ الزوج من الالكترونات هذه نسمى اسيدز نسمى حمض لويس هذا باختصار 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 كده الكلام الكثير عن الحماض القواعد يعني بس تعرف النظريات تحفظها وتفهمها ان شاء الله طيب نقل لبعدها اللي هي عن الاحماض القوية والقواعد القوية طبعا ايش الفرق بين الحمض القوي والقاعدة القوية ايش الفرق بين الحمض القوي والقاعدة القوية ال strong assets اللي هو يسمى الحمض القوي او strong base هذو الاثنين الحمض القوي والقاعدة القوية تعريفة اللي تخلي اللي تخلي المتفاعلات تتحول لنواتج يعني سهم واحد لما نشوف عندك في المعادل كمان سهم واحد مثلا كمثال اتش سي ال وتفققت الى اتش بوزيتيف بلاس كلور سالم هذو صر لها تعيون كامل ليش؟ لان في سهم واحد التفاعل الرائح كان من 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 جهة اليسار لجهة اليمين تمام؟ فهذا يسمى ايش؟ هنا اه تعيون كامل تعيون كامل فهذا ايش؟ حمض حمض قوي strong assets نفس الشيء في القاعدة القوية القاعدة القوية القاعدة القوية تمام؟ هي التي تتأيين تأيون كامل في في ايش؟ في معادل الكامل يعني نشوف سهم واحد رائح مليسار لمن طيب نجي الان ل ال weak weak assets الحمض الضعيف و القاعدة الضعيف ال base و weak base weak base و weak assets هذه حمض وهذه قاعدة عكس الكلام لما تشوف سهمين في المعادلة كمام؟ معناته ان التفاعل هذا ما تفكك كامل يعني المتفاعلات تصير نواتج ممكن نواتج ترجع وتكويل المتفاعلات فهذا تسمى احماض قوية وقواعد سوري هذا تسمى احماض ضعيفة وقواعد ضعيفة عيد الحمض القوي و القاعدة القوية التي تتفكك وتتأين تأين كامل في الماء أو في المعادلة كمية يعني لما تشوف سهم واحد رايح ميل سار لي من اش معناته؟ معناته هذا خلاص المتفاعل سار ناتجه ما حيرجع مستحيل يرجع يصير نواتج يصير متفاعلات أما الحمض الضعيف weak acids أو weak base هذه لما تشوف سهمين عندك في المعادلة معناتها المتفاعلات هذه صارت نواتج يمكن نواتج هذه ترجع وتتسوي لك متفاعلات تمام؟ هذه بعض الحماض القوية عندك هذه بعض القواعد القوية طبعا من ال weak base NH3 معروف الأمونيا ومن weak acids اللي هي الأحماض الضعيفة حمض الخلج CH3 COOH طيب هوقف هنا وإن شاء الله هشرح فيها الفيديو اللي الجاي عن ثابتة تأين الحمض ثابتين القاعدة ترجمة نانسي قنقر